اهلا بكم يا رب تكونوا كلكم بخير النهاردة هنعمل شربة عدس ونقدر كمان نعملها فتة وكمان هنعملها بطريقة سهلة للمبتدئين دعالوا نشوف الطريقة اول حاجة هنبدأ بيها هي المكونات معينا عدسة اصفر كوبية من العدسة الاصفر تكون مخصولة ونجيفة طبعا المقدار اللي انا هقوله لكم ده هيتطلع حلة كبيرة نقدر نزود او نقلل بروحتنا ونقلل برضو في بقية المكونات وعلى كل كوبية عدسة هنحتاج جزرايا كبيرة او اتنين زغيرين ومعينا بصلايا حجمها كبير واربع فصوص طوم او فصين لو ما بتحبوش نكدة الدوم كتير ومعينا معلقتين كبار من السلسة معينا بقى البهارات والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل كمون وكزبرة ومعينا مكعب واحدة مرأة مرأة خضار مرأة فراخ لحمة حسب ما تحبو انكها بتاعتها تكون ايه هنجيب حلة كبيرة ويفضل تكون حلة ما بيلزقش فيها الاكل وهنضيف بقى الجزر البصل والتوم والعتس والسلسة وهنضيف بقية البهارات طبعا الملح والفلفل حسب الرغبة يعني نقدر نزود او نقلل على حسب التزوج هنكون بقى محضرين مية سخنة في الكاتل او مسخنين مية وهنبتدي نضيفها على بقية المكونات يفضل نحن نحط مية كتير شوية هو العدس بيحتاج مية وممكن واحنا حطنها كمان على الحرارة من وقت اللي تاني نبص عليها ونقلبها ونزود لها مية لو حتاجنا انا بحب اسيبها على درجة حرارة متوسطة ممكن تعود لها ساعة ساعة ونص وممكن لو مستعجلة بحطها على درجة حرارة عالية شوية وبتاخد نص ساعة يفضل لو احنا عندنا وقت ان احنا نعملها على درجة حرارة متوسطة ونسيبها براحطة انا حطتها على درجة حرارة متوسطة وغطتها بغطة ونسيبتها براحطة تعالوا بقى مع بعض نعمل تحضرات الفتة لو انتوا بتحبوا فتة العدس زي يبقى لازم تعملوها بالطريقة دي تعالوا نشوفها نعمل ازاي بقى العيش مع بعض ونحمصه علشان يتلعهم معانا مقرمش وطعمه حلوة او يفضل يكون عندنا عيش لبناني او شامي لانه بيكون صمك رؤية شوية هنبدأ نعطها العيش لمربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ولو بتحبوا طبعا العيش زيادة قطروا شوية يعني انا عملت رغفين بس لكن انتوا تقدروا تعملوه اكتر على حسب ما بتحبوا هجيب بقى صنية وابتدي اضيف فيها العيش اللي قطعناه ولو فيه اي عيش لازق في بعض هحاول ان احنا يعني نفكه من بعض عايزين كل قطعة من العيش تكون على طبقة واحدة بس مش طبقتين لازقين في بعض انا ببدأ فتحه بالشكل دل بما بلاقيه لسه في حاجات ما فتحتش وعلشان ندي للعيش لون وناكهة وطعم حلو وشكل حلو انا بحب اضيف شوية زيت زي ما انتوا شايفين حاجة بسيطة قوي مش كتير وهنضيف كمان شوية ملح وفلفل توم بودر اي نكهة انتوا بتفضلوها وهنقلبهم بقى مع بعض كلهم كويس قوي علشان نحاول نمزج الزيت بكل الكمية وكمان الملح والفلفل والبهارات اللي ضفناها لو زي ما انتوا حابين توم بودر اي نكهة بتفضلوها وبعد ما نقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مقاوية او 325 درجة فهرنهايت وخلي بالكم العيش ما بياخدش وقت كبير في الفرن يعني كل خمس زي نقلبه ونبص عليه دعا له بقى نشوف مع بعض العدس بقى عامل ازاي او نعرف ازاي ان العدس استوي طبعا العدس مفيش مشكلة خالص هيستوي بسرعة المشكلة كلها في الجزر والباقي الحاجات اللي احنا حطنها وخاصة الجزر لان الجزر بياخد شوية سوى فهنختبر اي قطعة من الجزر ونشوف لو لانها بقت طرية وبدأت تتهرس معنا يبقى كده العدس جاهز زي ما انتو شايفين لما بعملها في ظهر المعلقة لقيتها طرية وممكن تتهرس معنا هنرفع الحلة من الحرارة وهنشوف بقى الخطوة التانية هنعمل ايه مع بعض دلوقتي بقى هنخلطهم كلهم مع بعض في الخلاط علشان ناخد قوام حلوة للشربة وكمان طعمها يبقى حلوة اوي وبمجرد ما هنخلطهم كلهم في الخلاط هناخد نتيجة حلوة جدا قوام حلو طعم حلو جربوها بالطريقة دي هتعجيبكم اوي لانها خفيفة وحطناش فيها اي زيوت دايما لما كنا بنعملها بتقلية البصل او بتقلية التوم طبعا بنحط فيها زيت فبيحصل اننا بعد ما بنأكل شوية من شربة العدسة ما بنقدرش نكمل لاني بنحاس اني فيه حمودة او حرقانة على الصدر بيكون نتيجة البصل اللي شوحناه والزيت مع بقليات فجربوها بطريقة دي طعمها حلو اوي سهلا ما اخدتش فعلا اي وقت هنعمل بقى جنبها رز بالشهرية نعمل هفتة جربوها هتعجيبكم اوي طعمها حلو خفيفة من اكتر الاكلات اللي بنحتاجها في الشتاء وعشان كده حبيت عملها لكم في الشتاء هي اكلها الشتوية بتدفي ونشرب شربة العدسة كده ونتدفها فجربوها هتعجيبكم اوي بالطريقة دي وكمان ستتسغنوا عنها طول الشتاء تعالوا بقى نشوف قوام شربة العدسة المزبوط بعد ما خلطناها في الخلاط دايما الشربة وهي سخنة بيكون قوامها اخف من وهي بردة يعني كل ما بتبرد في الحلة كل ما بيلاقيها رجعت جندت وتقلت وكلكعت شوية فنقدر نعمل ايه نفتح عليها الحرارة ونجيف شوية تميز وغيرين خالص واول ما تغلي نقفل عليها وهنقدر نزبط القوام بتاعها بسهولة انا بالنسبالي القوام اللي انتوا شايفينه ده هو المزبوط معي وانا بحبها بالقوام ده تقدروا تتقلوها لو تحبوا سبوها تبرد شوية هتلاقوها تقلت او لو عايزين تتقلوها ما تدفوش فيها مياه كتير من الاول طعمها يعجبكو قوي قدقي لونها وطعمها يجنن طبعا كل الاضافات اللي احنا ضفناها مهمة يعني الجازر مهمة جدا الطماطم مهمة عشان بتزبط معنا اللون بتطلع لنا طعم ولون الشربة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طعمها حلوة قوي وخفيفة هنا بعد محمصة العيش عايز اقولكم طعمه يجنن من غير اي حاجة شوية الملح اللي حطناهم على الفلفل بيدو طعم حلو قوي طلع كله محمص ونيشفهم قرمش ولونه حلو نقدر بقى نعمل فتة بالرز وبالعيش طعمها يعني يهبل حلو قوي ونقدر كمان نشربها كشربة ونندفة في الحالتين طعمها حلو قوي جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي النهاردة عملنا مع بعض شربة العدس اللي مفيش حد بيستغنى عنها في الشتاء اتمنى تجربوا الطريقة دي وتعجبكم بفرح جدا بتعليقاتكم وبتشجيعكم ليا هستنى تقولولي كلامكم المشجع في الكومنت وكمان تعملوا لايك كتير وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن واشوفكم في حلقة جديدة على خير اشتركوا في القناة